عقدت وزارة الموارد المائية والرأي اجتماعا لمتابعة إجراء التخلص الآمن من مخلفات تطهير المجاري المائية وإعادة تدوير هذه المخلفات لتعظيم الاستفادة منها لفتت الوزارة إلى المجهودات الضخمة التي تمت لتطهير مجرى النيل وفرعي وخمسة وخمسين ألف كيلو متر من الطرع والمصار وأكد وزير الرأي هانسويلم أهمية جمع المخلفات الملوثة للمجاري المائية والتعامل معها بشكل آمن في إطار انتهاج سياسات خضراء تخدم البيئة وتحافظ عليها كما شدد على وجوب دراسة الاستفادة من نواتج تطهير الطرع بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية واستخدامها في إعادة تشكيل وتثبيت جسور الطرع